بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الدرس السابع من كورس الأنظمة الديناميكية أو System Dynamics هنشرح النهاردة حاجة صغيرة جداً وبسيطة، اسمها الماتريكس Formulation of State Variable Equation مفترض حاجتين قلتهم في كل مرة أنك ماشي معي بالترتيب، يعني سمعت 6 حلقات التي فاته سمعت مقدمة الكورس، سمعت أول نظام خدناه وهو Translational Mechanical System وكيف نوصف المعادلات الحركة بتاعته وحلت معي الدرسين بعدها التعال الحل بعدها بدأت معي الدرسين التي فاتنا ال State Variable Equations وحلنا عليه في الدرسين اللي فاتوا، آخر الدرسين بالظبط الدرس نهاردة هنعمل إيه؟ هنكمل حتة جميلة قوي ونعرفك كيف تكتب الدرس ده والدرس اللي فات من أهم الدروس التي أخذها في الكورس ده كله لأنها هتكمل معاك لقدام في حاجات كثيرة حتى برر الكورس ده طرق التمثيل الرياضية حاجات شائعة بين العلوم ونستطيعها في علوم كثيرة مش بس في حتة واحدة حلو هنعلمك النهاردة إيه؟ إن إزاي أي State Variable Equation أي معادلة بتوصف المتغيرات اللي بتوصف حالة السيستم أي معادلة للمتغيرات اللي بتوصف حالة السيستم اللي بتسميها State Variables لو هنشمع أي State Variable، نصيحة، ما تكملش بحلقة حتى لو أنت جايب ومذكرت ال State Variable لأي مكان تاني لا، روح تذكره من عندي أحسن، وتعالها تاني لأنني أشرح بطريقة مختلفة، فممكن أدايقك وأنا بشرح، فمن فكرة ممكن تقوم تدايق هنشرح بقى أن هذه المعادلات نكتبها في صورة مصفوفات، صورة Matrix أو Matrices Matrix، ما، 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 نقولها كعرب Matrix، متريكس كده، مش عارف ألا نقولها كده، بس أنت أقولها Matrix، أحسن Matrix Formulation، كيف نعملها في صورة Matrix Form، في صورة المصفوفات، نكتب المعادلة بس بشكل المصفوفات تسهل عليك عملية المحاكالة التي تعملها على الكمبيوتر، عملية أصلا أنك تفاهم المعادلات للكمبيوتر، عملية الكتابة نفسها هنكتب ممكن ست سبع معادلات نكتبها على سطر واحد، ويبدأني أسهل بكثير، هوريك دادلاتي، وهتتبسط جمد قوي، في نفس الوقت سنحل أسئلة أولئلة، هم ثلاثة أسئلة بالضبط، والموضوع ستجد فهم، ومشتك تحل تاني، هم هؤلاء الأسئلة التي في المحاضرة، لما نحل الشيط سنحل مسألتين كمان، فامشي معي واحدة واحدة، هتجد الشرح بالتفصيل المكتوب هنا، هذا الشرح بالتفصيل، تقدر تخرقوا لأن الورقة الشرح بالمحاض مختصر جدا، هتجد ثلاث مسائل، سهلين جدا، دعنا نضع على طول الشرح، شرح بسيط قوي، دعنا أفكرك كده، يعني ما هي مصفوفة المصفوفة أولاً بنعملها بالطريقة دي؟ هي الأرية التي تأخذها في البرمجة، لو أي حد معنا هنا، أكيد سأخذت كرس برمجة بكده، هذه الأرية، مجموعة عناصر مترتبة، كل واحد فيهم له إنديكس، عنصر الأولاني، الثاني، الثالث، 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 في المصفوفة التي نأخ arch فأادي مثلا عنصر اثنين ثلاثة، صحي 여기는 أيضًا؟ هي الصحيح آخر، عنصر اثنين وترا عنصر اثنين ثلاثة أتي ألي صحيح makan، يبدو المصفوفة تلاثة في ثلاثة، يعني ثلاث صفوف لمدة بدء من الصف الأول، هذا هو الصف، ثلاثة صفوف على الاعمال طيب لو قلت لك مصفوفة ثلاثة في اثنين هتبقى ثلاث صفوف بس عمودين ايه؟ ثلاث صفوف هم بس عمودين فقط اهو ثلاث صفوف فعمودين بس دي كده مصفوفة ثلاثة في اثنين بنرص فيها شوية قيمة. ايه لازمة الموضوع ده؟ يعني هي مجرد عملية تمثيل رياضي ماشي ما قلت لك في كل مرة ملهاش معنى فيزيائي يعني هي مفيش حاجة في الطبيعة قالت لنا والله ان تعمله قرية. احنا عملنا قرية لتسهيل تمثيل الحاجات اللي في الطبيعة فهم الفكرة ايه؟ طيب. ايه اللي هنعمله بقى؟ لان ان الموضوع ده سهل جدا ندخل الكمبيوتر اولا ومنظم قوي وبيوفر لنا حاجة كتير. انت متخيل ست ترمات كتبت تنفع انصر واحد. فهم الفكرة؟ تخيل بقى ان انا هعمل كده في المعادلات بس مش عملها بمصفوة واحدة ده انا هجيب شوية مصفوات. كل مصفوات اتعبر لي عن شيء. ازاي؟ هقول لك هتلي مصفوف انا بكلمة كنت دارى الدرس الدلっها. هتلي مصفوف تعبر عن الكتل. فهقول لك قدام المصفوات تعبر عن الكتل. الكتلة الاولى الكتلة التانية. الكتلة التالتة. الكتلة الرابعة لو انا لدي 4 كتل مثلا.ESSم كلها المصفوات اتنين في 2. لاúsica اي ممكن اعمل عليها اي حاجة؟ ممكن اجمعها على مصفوات اتطرحها. ممكن اقسمها في مصفوات اخر ممكن اقسمها يمكن احملها اطرحها. ممكن اضربها في معامل من برا كل العمليات التي يمكن تخطر على بالك ممكن تعملها على هذه المصفوفة. لكن ما الفرق؟ بدل ما كنت الزمان هتعمل على كل عنصر الوحده؟ دلوقتي لا هتعمل على المصفوفة كلها المعضة كباكتج واحدة. فبقى الموضوع أسهل أو في التمثيل. لو الحاجة مشتركة فيها الشغل. طب ما عملها في صورة مصفوفة. ليه أوجع دماغي. زائد ان هذا الكمبيوتر حاجة عظمة. مرتبة جدا. عكس لما تدي الكمبيوتر فرط كده. معادلات. انا همسك المعادلات دلوقتي وحولها بشكل مصفوفات. وهيبقى الدنيا سهلة أو بالنسبة للكمبيوتر. هنيقدر تتأكسس أي عنصر في المعادلات بسهولة. كما انكت المعادلات. ترمات متفرق. ترم ترم ترم. لو قلت له انا عايز الترم اللي هنا ده. من أصل خمس ستة معادلات. هقول له ايه؟ هاتلي الترم اللي اسمه كذا. ده حوار. لكن دلوقتي اللي حطته في مصفها هاتلي الترم. اللي الاندكس التمثيل باستخدام المصفات او اللي ما نسميه Matrix Formulation. هتساعدك للغاية في تبسيط عملية المودلينج بتاعت السيستم. فهنبدأ من هنا رايح. نبدأ نمسك المعادلات اللي انا كتبناها الدرس اللي فات. المعادلات اللي احنا اول حاجة كتبنا معادلات عامة للحركة. حولناها بعدها لمعادلات نسميناها State Variable Equations. او برعا المعادلات بيقى في هنا حاجة State Variable. مشتقطه معدل تغييره مع الزمن. عشكاسا منها State Variable يعني بيعابر عن حالة السيستم. انا عايز اعرف حالة السيستم دي عند اي لحظة زمانية هتقب كاف. فاجبت مشتقطة State Variable وسويتها بحبة حاجات عبارة عن لإما Inputs لإما State Variable. لو مش فاكر الكلام ده نصيحة اخرج. State Variable جميل. دي الحاجات اللي ممكن تلاقيها في State Variable Equation. جميل. هنمسك State Variable Equation دي. كل State Variable كان له معادلة. فكان ممكن تلاقي من لو عندك اربعة معادلات. هنمسك الاربع معادلات كلهم ونضعهم في سطر واحد بصدام المصفان. هتقب كثيرا عظم جدا. عارف عاملة زي ايه. عاملة زي ايه. عاملة زي اقال في المثال داتي بصير ربي يصلك معنا يعني. الحوار هي اشبه ب لما قلت لك قدامك ايه. لما تقول عايز مئة خمسة وثلاثين جنيه ونص. منك بلوقتي خمسة وثلاثين جنيه ونص. جنيه مصري. ايجيبشن باوند. حلو؟ سأقول لك ايه. خش على البنك. تلاقي قدامك ترابيزة كده. لو فرض ان فيه منك ليس شغال بالطريقة دي. حلو؟ قدامك هنا خانة محطوط فيها جنيهات. جنيهات كتيرة بقى. كل جنيهات جنب بعضها. ادي جنيه ادي جنيه ادي جنيه ادي جنيه ادي جنيه. وليكن اهو دي المربع بتاع. دعنا نقول واحد وخلاص. ده في جنيهات. ده في انصاص. انصاص بس. ده في عشرات. ده في ميات. وده مثلا يعني خلاص خلينا حد ميات بس. مش مشكلة. ده سيكمنه. جميل؟ لو قلت لك كون لي مية خمسة و تراتين ونص. هتعمل ايه؟ هتقول لنا هاخد قطعة. بس بقى الكلام. هاخد قطعة من الممية. يبقى هاخد قطعة واحدة من دي. قطعة من الممية. زائد. هاخد كم عشرايا تلات عشرات. تلات ورقات من المم و عشرة. زائد. كده تلاتين. هاخد ورقة من المم ايه؟ هاخد خمسة من المجنيه. يبقى هاخد خمسة في واحد. عشان هاخد الخمسة اللي هي الأحاية. زائد هاخد نص. هاخد واحدة من النص. نص في واحد. ممكن نبدل دول مكان بعض. لان يبديني ألطف. يعني نحط الواحد هنا. وده خانة الكسور اللي هي النص. ايه النتيجة اللي حصلت؟ لميت شوية لوكشة دي كلها. الناتج نائي مية خمسة و تراتين ونص صحيح. ليه عملت كده؟ مية خمسة و تراتين ونص معقدة. هلو؟ لكن لما أفردهم في الوحدات الأساسية. اللي بتتكون منها كل الفلوس. كل الفلوس اللي ممكن تكتبها في حياتك. بتتكون من العناصر دي. يا كسر اللي هو نص. يا جنيه يا عشرة يا مية يا ألف يا صح. كلها مضعفات للأرقام دي. اي رقم يخطر على الباك ممكن اكونوا. بترى اللي عملتها تحت. نفس الكلام. اعتبر دي بقى المعادلة. معادلة بتاعتي أشكال والوين. خلطة. حبة إفات على حبة إكسات على حبة فيهات على حوار كبير. يعني معلنا الإكس والفي مثلا يعني والإف. التلات عناصر دول ممكن نعملهم أربع معادلات. ونقعد بقى يقولك خمسة في إكس. زائد سبعة في إف. زائد ثمانية في إف. حوار كبير صح؟ طب ليه أدرس ده؟ لما ممكن أفردهم للعناصر الأساسية. فأقولك أنا أعمل مصفقة تقول لي. عشان تعمل المعادلة واحد. خد خمسة. خد خمس قطع من الإكس. مع سبعة قطع من الإف. مع ثمانية من الإف. مع ثمانية من الإف. فأنا أعطي لك أخلي المصفقة توصف لي عدد القطع. القطع اللي أخدها منين؟ من العناصر الأساسية. نبدأ بقى نشوف هي مين العناصر الأساسية اللي عندنا أصلا. هي دي فكرة المصففات. فنمسك المعادلات. نمثلها في صورة مصففات. إزاي كلام هذا؟ هنخلي المصففات تعبر عن المعاملات. بص الكلام بص. بص البساطة يعني. هنبدأ نقول لك إيه؟ أي معادلة هتصغها State Variable Equation. أي معادلة أصلا بتوصفها حتى لو لم تستطيع State Variable. أي معادلة عندنا بندرسها في الستستم. هنبدأ عبارة عن ماذا؟ حاجات تأثر على الستستم؟ اسمها الإمبوت والستستار Variable. هؤلاء الذين يأثر على الستستم. هل لديك شيء غيرهم؟ لا. هؤلاء الذين يدوني ماذا؟ 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 لا. إذا اخذناها إما Output. أو مخرج. أي شيء مطلوبة. كما يقول لك. مثلا الممنتم. أي أن يكون هناك شيء مطلوبة. أو ممكن تكون State Variable. State Variable. وهو هناك. ودوت معموله معدل تغير. وهو معدل تغير. ماذا؟ 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 أنت نفسك تعرف معدل تغيره على مدار الوقت. لكي تجلبه خيمته في أي لحظة زمنية. وممكن يكون المطلوب شيء آخر. أي Output آخر. في الحالتين. الأشياء التي ستضعها على الطريق الثاني. من المساوي. إما Inputs. أو State Variable. طبعا أنا حصرت كل شيء قدامي. يبقى أنا ممكن أعمل مصفوفة. حلو. لده. للشيء المطلوب. للشيء ال Desired. ومصفوفة لل Inputs كلها مع بعضها. ومصفوفة لل State Variables مع بعضهم. ثانية. مع بعضهم كلهم. ويبقى بالنسبة لي أكلم أن هذه الأحد وعشرات ومئات. وأقول لك ماذا؟ لكي تكون المعادلة الفلانية. أخذ القطعة الفلانية من ال Outputs. ويقوم بها. أخذ القطعة الفلانية من ال Inputs. مع القطعة الفلانية من ال Inputs. وأعطيك قطعة. مع الثلاثة أربعة قطعة من ال State Variables. والذي أعطيك أسماءهم. وأضعهم في طرط مصفوفة. الكلام الآن ليس واضح. طبعا ليس واضح. ولكن لديك تقسم الشغل في دماغك لثلاث حتات. حتتين هم اللي يؤثروا في المعادلة. في ال System. اللي هو ال Inputs وال State Variables. ويقوم بعملهم مصفوفهم من فاصلة. هذا هو هذا. والذي أخرى هي اللي أرغب فيها. لأننا نفسي وصلها. إما أو ال Inputs. لا أعرفوه لسه. مثل ال Momentum. مثل الاتقل. لا أعرف ماذا. أي أن يكون المطلوب الذين طلبوا منك. القوى اللي في Spring. أو أن الحاجة الأشهر. وهي ال State Variable Equation. لأننا أحاول أعطيك معدل تغير. المتغير على الحالة. اللي هو ال State Variable. لكي أعطيك كم على مدار الوقت. عند أي لحظة زمانية. هذا ملخص. نحن لدينا الدرس اللي فات. هنقسمهم بقى الثلاث مصفوفات. وبريكة تحول المعادلات كلهم للمصفات دي. لكن لا يحتاجين أن نفهم قبلها شيئا. انظروا. لو قلت لك مثلا. عندي. عندي مسألة. فيها ال State Variables عبارة عن X و V. فقط. وعندي Input عبارة عن F. قلنا ال Inputs. حاجة خارجية خالص. حل. وقلت لك. احسب لي ال State Variable Equations. التي تأتي فيها معدل تغير ال State Variables. يعني في البلد يريد أن نحسب ال X. و V. ركز هذا في الكلام. ستقوم بقى كلهم فارطة على بعضهم. سأقسمهم في دماغي. هناك شيئات Desired. هؤلاء المطلوبين. هناك شيئات عبارة عن State Variables. هناك شيئات عبارة عن Inputs. هناك شيئات عبارة عن Inputs. صحيح كده. فبالبلد هؤلاء ماذا؟ انظروا بقى الكلام اللي أكتبوا دلوقتي. سأقول لك. أعمل دفع مصفوفة و أعمل دفع مصفوفة و أعمل دفع مصفوفة. مصفوفة كيف؟ فوق بعضهم كده و عناصر متفرطة. لما تحب تقول للمصفوفة أنني أريد كل أنصر لوحده. أضعه في صف. الصف شيئة Separated. شيئة مفصولة عن غيره. ليس العمود. العمود لا. يقف فيه ارتباط ما بين العناصر وبعضها. فالأحسن بأن نضعه في صفوف. فنقول له ماذا؟ أنا أريد مصفوفة كاملة. سنسميها Q. هذا في كلام النظيف. هل تريد مصفوفة اسمها Q؟ هذه هذه مصفوفة مصفوفة. هذه مصفوفة X و V. الترتيب ليس يفرق؟ سأضع فيه X الأول. والذي ستغيره في الترتيب سيأثر في بقية المعادلة. لكن ستبقى ستلصح. أنت لازلت صح. هذه هذه مصفوفة مصفوفة ال State Variables. نضع في ال State Variables. الأشياء التي تأثر في السيستم. حسنا. الأشياء التي نفسها وصلها. بالنسبة لي هنا. أوبط. أوبط الماء. اسمه Y. ممكن تقولي المصفوفة اسمها Y. لكن بما أن المطلوب بتاعي عبارة عن المشتقات ال State Variables. فممكن أسميها Q. أسمي اسم المصفوفة Q. صح جداً. وهي صحة أصلاً. وهي أبقى عبارة عن إيه؟ أنا أريد X. و V. كل صفة من دول يعبر عن حاجة أنا أطالبها. أنا أريد العنصر أوليني أن أجيب X. وأجيب V. طيب. والحاجة الثالثة. أوبط. أوبط الماء. نسمي المصفوفة U. U. فيها كما عنصر عنصر فقط. فقط. هو اللي قال لي في المسألة. أي ثلاثة بقى دول طلعوني دول. دي. شوية رصيت. لا تتخضش من شكل المصفوفة 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 ما هي إلا. برص القيم. بدل ما كنت تسمعهم فرط بره. حضرتهم في شكل منظم. بدل ما كان X و Y. و V. أنا حضرت هذا الأول و هذا الثاني. فبقت اسمها مصفوفة. وهنا كنت المطاليب بتاعتي حاجتين. حضرتهم بشكل مرتب. وهنا. الإمبوس حاجة واحدة. فحضرتها بشكل مرتب لوحدها في مصفوفة. الثلاثة مصفوفات دول بقى هستخدمهم. عشان أوصف أي معادلة هتتكون من الثلاثة حاجات دول. على سبيل المسال. جيت هنا تحت قلت لك إيه بقى. جيت قلت لك. X. أنا بعدما حسبت من المسألة والمعادلة بالدرس اللي احنا خدنا اللي وراء الفاتح. حسبنا المعادلة وطلعت. حاجة بالمنظر ده. المعادلة دي بالنسبالي. أنا ممكن اوصفها بالسهولة قوي. وطلع لي حاجة تانية. قال للV. نجبنا كل المعادلات. نحن بنعمل الحوار المتريكس ده. لما نجيب كل الستate variable equation. اللي هي المعادلات كلها. اللي بتوصف كل الستate variable. معدل تغيرها كام. طيب. الV. طلعت بكام. وليكن مثلا. طلعت ب. 2K. أي حاجة. في X. زائد. 2B. أي حاجة. دعنا نقول 3B. في V. زائد. 4F. أي مثال. المعادلتين دول دلوقتي. اسمهم ايه؟ state variable equation. أسفهم كده او لا؟ وهعرف أدهم الكوميتر؟ لا. موضوع كده يبقى معقد. رخم. طب نعمل ايه؟ نفهم الكوميتر ازاي بالمصفات. هطلع أجيب اللي فوق دول. الجنهات والأحد والعشرات والمئات. زي المثال ده بالظبط. وابدأ أشوف أضرب كل واحدة في كام. والمهم في سطر واحدة لكي أعطي الاثنين دول. انظروا الكلام. سأقول لك أن نفسي أحصل على المصفات هذه. التي فيها X. وV. هذا ال Desired. هذا اللي أنا حسبته. هذه الحاجات المطلوب حسابها. اليمين. اللي هي أبدو اللي يساوي. هذا المطلوب حسابه. فأضعه في المصفة الوحدة. اللي اسمها مصفة ايه؟ ال Q. كما قلنا من قليل. مصفة Desired. يساوي. سأرى فقط لكي أكونهم محتاج ماذا؟ سأقول لك ببساطة انظر العظمة بقى. سأقول لك أنني محتاج حبة. أنا لقيت لما عملت استقراء كده. ودورت على اللي قدامي. لقيته يا إما. X. V. F. يعني يا إما شوية State Variables. يا إما شوية Imbuds. صح كده هو. فهو أعمل مصفوفة. لل State Variables. سأسميها X و V. هم دول State Variables. لو أنت عندك اعتراض. هم دول State Variables. وعندي حبة. اسمهم Imbuds. اللي هي F. فهل. مستقراء كده. مستقراء كده. مستقراء كده. بمعاملات مختلفة. فهو عمل معاملات دي كده؟ بمصفوفة أخرى. هي لحدد لي المعاملات. ها. ها. بص الكلام سهل أولا جدا. يعني هتعرض. هتوضح لك بس استنى. حلو. فهقول الصف الأولاني. اللي هو العنصر الأولاني. عشان أتكونه. كنت محتاج إيه. K من X. هذا X محتاجت تدريب في K. في الترتيب. سأعلمك در بالمصفات دلوقتي. والV. محتاجة تدريب في B. فأقوم بحاطة B هنا. والF. خلاص. هذه خلصت دورها. خلاص كده. خلاص كده. خلاص كده. خلاص كده. خلاص كده. الترتيب ده بالضبط كده. هنشرح له كمان شوية. جميل. والF خدنا منها واحد. عندك اعتراض. خدنا واحد من الF. طب. الVNode. أو الV. اللي هي دي. عشان نجلبها. محتاجين أن نأخذ 2K من الX. ثلاثة B من الV. ثلاثة B من الV. المعامل اللي جانب الV. فأنا كنت أقول لك. سأخذ خمس حتة من المعاشرة. اللي أنا قتلك في المثال بتعلمية 35 جنيه. نفس الكلام. سأخذ ثلاثة B من الV. سأخذ ثوابت. مصفوفة للثوابت. مصفوفة للثوابت. ومصفوفة للشيء التي اتفقنا عليها في البداية. لديها ثلاث حاجات الأسسية. Inputs. State Variables. Desire. هؤلاء الثلاث حاجات الأسسية. ومضع المعاملات. مصفوفة للمعاملات. مصفوفة للمعاملات. حسنا. والأخيرة خدت كامعة لكي أكونها. خدت 4 من الF. أو 4 من الF. هل ترى الشكل هذا الذي أردتي؟ سطر واحد. هو نفس المعادلة تلك. الكمبيوتر الذي أدته هذا. سيفهم المعادلة تلك بالضبط. لكن إلا فرق. سيفهمهم تلك بسهولة. لو قلت له أن أريد أن أقصد العنصر الفلاني. لديه إندكس لي. عكس لو قلت له هاتلي ال4F. من ذلك؟ لا يعرفه بالنسبة له. هذه معادلة فرط. فالمصفوفات عصف الكمبيوتر. شيء عمود أساسي فيه. حسنا. لا تحتاج إلى أن تلك المعاملات دائم. أنت مبسوط وحلو. والدنية حلوة. لكن عملت لي. أيها. أرصتهم كيف؟ أنا ناسي. لا ترى أن أردتهم. انظر القواعد عامة. فهم الدرس. الدرس كده مخلص على الفكرة. فهو ده. هنمسك كل المعادلات كونتها الدرس اللي فات. ونوريك كيف تعملها في صورة Matrix Formulation. اللي نقصك تعمله. أنك تتعلم كيف تضرب المصفوات. أساسيات. نعم كده عنوان أساسيات المصفوات. باختصار شديد. عشان تضرب مصفوفتين في بعض. عشان تضرب أي مصفوفة في الدنيا. أي مصفوفة في الدنيا. يبدأ لها عدد سطور أو صفوف وعدد أعمدة. نكتبها مثل الديمنشنز أو الأبعاد. نكتب الصفوف الأول بعد الأعمدة. فأقول لك ثلاثة في مثلا يعني اثنين. يعني ثلاث صفوف. كل صف في عمودين. فتبقى حاجة بمنظر هذا ثلاث صفوف هم. ثلاث صفوف. كل صف في عمودين. يعني في عنصرين. هذا كده اسمها. حسنا. عشان أضرب مصفوفتين بعض عند شرط. وعند طريقة. شرط وطريقة. أول شرط إيه. وهتعرف السماء في دلقتي. لازمًا لو كتبنا المصفوفتين جانبا على كده. هؤلاء اللي عاديين نضربهم. أهو. لازمًا لو ده الأبعاد بتاعته. M في N. لازمًا يكون ده الأبعاد بتاعته. بدأ ب N. في أي رقم تاني. وليكن بي. يعني لازم كانوا يحفظوا على كده في سنوية عامة. لازمًا للتنين دول يكونوا قد بعض. ساعتها النتج يبقى إيه. حرفين نزبطه بال. احنا اتفقنا عليه. يعني احنا اتفقنا أن الطريقة بتاع الضرب هي دي. فهم الفكرة إيه؟ يعني فهم أنت الخصم أو الحكم. وإحنا اختراعنا القوانين دي. حرفياً يعني. جميل فلما تضرب مصفوات بالطريقة التي سنقولك عليها. الناتج سيقق بالطريقة التي سنعلمها لك دلوقتي. لازم لك أن تضربهم يكون. المصفوات الأوانية. لو كتبتها ديمينشنز بتاعها. تجد الرقم من هنا قد الرقم من هنا. يعني هذا الرقم من هنا. يعني عدد أعمدة الأول يساوي عدد صفوف الثانية. عدد صفوف المصفوف الثانية. حسنا. هذا الشرط الذي نفوض نحقه. يعني مثلاً. لو هنا ثلاثة في اثنين. يبدو أن هنا يكون ثلاثة في حاجة. يمكن أن يكون ثلاثة في واحدة. وإن ساعة أنا متوقع أن النتج سيطلع مصفوه عبارة عن ثلاثة في واحدة. لأطراف. يجب أن الوسطين يكونوا قد بعض. فالنتج سيكون مصفوات بالطرفين. فقط بالطرفين. نحصل على الضرب هل يعنيه؟ ثلاثة صفوفarentsي في مصفوات بالطرفين. عدد أن يعني؟ لنخش في الطريقة. كما نقول لك الطريقة بالضربة. ونقل كل الصف منه. ونضربه في شيء من. ونضربه في كل عمود. ونضربه كل هذا الصف الأولينام. ونضربه في هذا العمود القولهم. ونضربه هنا إلى الثانينام. ونضربل بالطرف النخر. ونضربه في العمود. . truthfullyvey. ما هو الترتيب نق 우كر كما؟ المفصل والذي فاته مختصر. كده انت فهمت ايه الشرط اللي هنعمله. طب الطريقة بتاعتك تفهم معي. ركز. بيبقى عندي مصفوفة. في مصفوف. جميل. خلينا نشتغل على الهجلنا دائما في المسائل. او عشان ننجز وقت يعني. او او اقولها لك بشكل عام. او اقولها لك بشكل عام. عنصرين. اتنين في اتنين. هل? وهنا اضع لك حاجة اتنين في واحد. عشان يبدينها سهلة. ولا نجيب اكبر. نجيب اكبر. ماشي. خليها اتنين. او اص. اقول لك حاجة تبقى مصعبة عليك اكتر. او. ثلاثة في ثلاثة. وهنا خلي دي ثلاثة في اتنين. حلو. يبقى ثلاث صفوف. كل عصف فيه عنصرين. صح كده. نريد ان نضرب دول في بعض. فنعمل ايه? نمسك كل صف من هنا. كل صف من هنا. نضربه في كل العمدان. في العمود الاول. وبعدين نضربه في العمود الثاني. لو ضربتوا في العمود الاولاني. العمود الاولانيه. ذكرونه يضرب القيمة. اول قيمة في المصفوh�ة النهائية. الطニ Thad Ling. اذا ضربتل الصف الاول في العمود الاول ان كتف توفلьте القيمة في الصف الاول. ولو ضربتن الصف الاول في العمود الثاني Guy. أنظر بالقيمة القيمة بيني. وحكوه.هدد ما تwickوس Yu. كل صف واحد. لكن موضوع السف parameters. nosotros نضربه في كل العمدان بالدور. هنا في الأولاني سيدينا الرقم من هنا في الثانية سيدينا الرقم من من هنا سيمسك الصف الثالث في العمود الأولاني ممت Egg قيمة التحتية. بعدين في العمود التائل الأخير سيضعنا القيمة هنا. النتج كام. النتج ثلاث صفوف في اثنين. يعني ثلاثة في اثنين. فهمت الفكرة ايه؟ ثاني بنمسك كل صف من هنا. نضربه في كل العمدان بالترتيب. وكل عمود نضربه فيه بالترتيب يضعنا قيمة في الصف الأولاني هنا. يبقى الصف الأول هنا. يضعك الصف الأول هنا. امتى لما تضربه في العمدان بالتولي وراء بعضهم؟ طبعا هيوضح اكتر عندما نطبق المثال العملي الذي سنعمله في الوقت. امسك هذا. يالله ايه مصفوف. هذا عبارة عن كم في كام التشيك الأول. هذا عبارة عن صفين في ثلاث عمودة. وهنا عبارة عن ثلاث صفوف في عمودة. يبقى نتج أنا متوقع يطلع كام؟ يطلع مصفوفة اثنين في اثنين. على طول. أبما نبدأ كده. وانت ستجد نفسك اصلا مش تطعفت حلاغ غير لو عملت قائم بائcall. امسك الصف الأول هنا. أين المتوقع يطلع نصف الأول هنا. هناك كم في هذا الصف أم عدد العمضان?我要 ضربه في العمود الأول. ثم أضربه في العمود الثاني. عندما أضربه في العمود الأول, س 벌 أوض extracting القيمة هذه. حاننا خاشنا في ض however. اضربه في العمود الأول، ح准تنا القيمة هذه. وãigue في العمود الثاني. سنتضرب حل. الأول في الأول، الثاني في الثانية. الثالث في الثانية باتنصف واحد في عشرة. الأول في الأول. و 1 في عشر. زائل. الثاني أنصر في الصف مع الثاني أنصر في العمود. و 2 في 20. زائل. ثلاثة في 30. بس خلصنا. يطلع 140. هذه 140. حسنا. امسك هذا التالي الأخرين. امسك هذا. اضربه في العمود الثاني. يصبح 1 في 11. زائل. 2 في 21. ثلاثة في 31. وضع النتج هنا. نضع عمسلها كان على ألة. 1 في 11. زائل. 2 في 21. ثلاثة في 31. الذي يخرج من 146. 146. لا نظام نظام دورد. حسنا، خلصنا الصف الأولاني، يبقى خلصنا الصف الأولاني في الناتج. يعني بالاكتشاف، الصف الأولاني يتعيك الصف الأولاني هنا. كم عنصر في الصف الأولاني؟ عدد عاملية الثانية. لأنني في كل مرة أضرب عمود. حسنا، امسك الوراء، الذي هو هذا. اضربه في العمود الأولاني هنا. 4 في 10. زائد 25 في 20. زائد 36 في 30. يخرج الناتج 320. ما يكتبه 320 هنا؟ بالترتيب، نذهب بالدور. نذهب بالدور. نبدأ من أول صفه، ونرجع من أوله ثاني. حسنا، بعد ذلك، أمسك هذا الصف، ونقومه في العمود الثاني. 4 في 11. زائد 5 في 21. زائد 6 في 31. يخرج الناتج 335. هذا كده الناتج. هذا حصل الضرب. ما الذي سأجدك في الأسئلة؟ ولا الوجع الدماغ داخل. كل الأسئلة تبقى عبارة عن، أنني عامل مصصفة زونطوطة هنا، فيها عناصر بالدور وربع دها. طبعاً، الضع ذلك، التلات مصصفات الأساسية من الأسئلة التي نستخدمها, Shawn Inputs أو State Variables أو Desired، والشيء الذي نفسنا فيها، يت確保ها عناصر في بعضها. كل صف فيه عنصر واحد فقط. ن teriaiso. مثلاً هنا X. فعندما لك أ continua مصصفة V، لو ضربتها في أي شيء، ي 한데حق Source central— كذاً اipts أتمكنك. على الممثال الذي قدرناه من قليانا، انني أريد 3 de 5 ppm x7 V أعرف أنك في سنطلع هذا، يحتاجك تعمل إيه؟ يحتاجك تضع هنا خمسة وهنا سبعة. أي نتيجة؟ لو ضربت هذا في هذا، اضرب هذا الصف في هذا العمود. سيبقى خمسة في خائف X زائد سبعة في V. يبقى العملية راحة جاية. ليس فقط عندما يكون معك المصفوفة تعفت فكها. عندما يكون معك شيء تستطيع تحولها المصفوفة. هل رأيت العظمة؟ يبقى هذا السطر بالنسبة لي. أحوله في المصفوفة في هذا الشكل. حسناً لو كنتبت لك كده. لو كنتبت لك سطر بعديد. أنني مطلوب منك تحول كم سطر دول. قلت لك مثلاً عشرة X زائد ثلاثة V. ستمكاتب في الصف الثاني. ستمكاتب عشرة من X و ثلاثة من V. لماذا؟ لكي تذهب على الصف الأولاني تدربه في هذا الشكل. بعدين الصف الثاني تدربه في هذا الشكل. عندما أضرب الصف الأول في العمود الأول. كده النتج سيطلع في الصف الوحده. فكده النتج سيبقى هنا. سيبقى الخمسة في الخمسة والسبعة. عندما أضربه في X و V سيطلعني خمسة X زائد ثلاثة V. اللي هي نتج المعادلة الأولانية. والذي يكون اسمه Y1. هذه Y1. قلت لك الصف الأولاني هنا. يديك الصف الأولاني هنا. الصف الأولاني في عنصر واحد فقط. بعد ذلك. الصف الثاني. عندما أضربه في العمود الأولاني. سيطلعني العنصر الوراء. اللي هو نتج العملية دي. اللي هو Y2. فقط. خلاص خلصنا. ده كده عملية هي. ده كده حولنا معادلتين لسطر واحد باستخدام مصفات. شاهدت الدنيا جميلة ازاي؟ الفرق بقى في الجديد ايه اللي هناخده يعني؟ هنتقوم ضايف هنا مصفة ثالثة. ممكن تكون معاك. ممكن لها يكون في إمبوتس. حل? فتعالي وريد لك بقى المسائل. عشان ننجز. يجي يقول لك المسائلة ايه؟ بص العظمة بقى. كلام تفع اوه والله جدا يعني. فهمر تخيل. يقول لك شاهدت المعادلات دي؟ اوه يدد لك جهزة. او انت بقى في المتحانة هيجي لك يقول لك خد الرسمة. اعمل الفرين بوردي ديجران. حد معادلة الحركة. حدد الاستيت فاريابل الاول. حدد الاستيت فاريابل الاكوشن. اكتبهم في صورة الماتريكس فورد. شفت المسائلة هتيجي ازاي تبقى كبيرة. عليها عشر درجات او اكتر كمان. في مراجعة عدية 18 درجة فاركز معي. حلو؟ هنا المطلوب يقول لك انا عندي State Variable Equations. هذا الـ Desired بتاعي. هذه الحاجة اللي قبل اللي يساوي. بتساوي حاجات يا إما Inputs يا إما State Variable. الـ State Variable هم مين؟ الـ V او الـ X دول State Variable. صح كده؟ طيب الـ Input الوحيد اللي هو الـ F. فهقول له العلاقة بتاعتي بتقول اي حاجة Desired بتساوي شوية Inputs زائد شوية State Variables. اكتبهم زي في صورة الماتريكس فورم. الـ Desired أدي الماتريكس بتاعتها. X.V. V. الترتيب بشايفره. لو غيرته سيغير في اللي بعد اللي يساوي. فهتظل العلاقة صحيحة. بساوي. حبة من الـ State Variables. زائد حبة. من الـ Inputs. من الـ State Variables؟ الـ X و الـ Y. الـ X قصد و الـ V. واحد يقول له يجب أن يقوم بالنفس الترتيب. برضو لا. يعني ممكن أن أغير ترتيب دي. أو لو غيرت ترتيبهم. وقدرت في الأول. والـ State دي زي ما هي عادي. اللي هم هم هيتغيرهم. المعاملات. تستغل كما تحب. كله في الآخر يبقى ناتج صحيحة إن شاء الله. وهنا زائد حبة من الـ Inputs اللي هي الـ F. زي ما قلت لك في المثال عن الجنيهات. حبة من العشرات زائد حبة من الجنيهات. فهمي الفكرة؟ عشان نكون في الآخر المعادلة النهائية اللي احنا عايزنا. هنا بقى مش معادلة واحدة. معادلات. ده ممكن تضع عشرة فوق بعضوهم عادي خالص. فهذا ستلاقي هذا هو أجامي دي. جميل. اللي هنا بدأت للمعاملات. دي بقى سهلة قوي. نطيفة يعني. لعب عياني. بصد كده. عشان نكون المعادلة الأولى. X. هل فيها عناصر ايه؟ قال لي عشان تعملها. خذ واحد من الـ V. وما تخذش شيء من الـ X. بالترتيب. يبقى أنا لا أخذ شيء من الـ X. هذا صفر. الأول في الأول. وهي أخذ واحد من الـ V. هذه واحد. يبقى هذا. عندما ستضرب في العمود الأولاني هنا. ستضربني كم؟ ستضربني ماذا؟ 0 في X يبقى 0. زائد واحد في V. يعني ستضربني V. يبقى V بكام؟ يبقى X' الأولانية هنا بكام؟ بالV. لكن لا يوجد تكملة. قال لي بالله. لا يوجد تكملة. وهأخذ كم من الـ F. 0 من الـ F. لا يريد شيء من الـ F. فقط. حسنا. الصف اللي وراه. سأخذ كم؟ ليس بيعاب الترتيب. V' الأولاني هنا. لا يحتاج لكي أخذ هذا. في هذا. هو أخذ النوم. الاو Ran everyq asshole P's new sub K . الصف الثاني في العمود الأولاني? العائلة في العمود الأولاني. لا تتعود تفتر أن تساهل منها. حسنا. هأخذ كم؟ كم من الـ X. رحوا سترى سالب K من الـ X. ق me there. ولكن هناك مسم Fr لدينا Judาง X. يعني سالب K على m من X. العصر الأولاني في الأولاني. والسالب في الثاني. والسالب في الصف والسالب في العمود. ه؛ يبقى كم من V. سأخذ كمّل بي سالب بي على أم سالب بي على أم كل هذا سيكون لديه بي دوت ولكن نقص حتة نقص كمّل الف بقى واحد على أم من الف هذه واحد على أم من الف هل ترى هذه المعادلة؟ تصف المعادلات مع بعضهم في سطر واحد عظمة عظمة جداً هذا دخل الكوميتور يتبسط قوي منه يبعط لك رسالة شكر فهمت الفكرة ما هي؟ إعكس بالعملية إذا كنت أحبت أن تفكوه لذلك يمكن أن يدع لك المصفات و أن أخبرك بك العنصر الأول من هنا يساوي هذا زائد الصف الأولاني في العمود الأولاني فقط حسناً العنصر الثاني الصف الثاني يدعني في العمود الأول ويقول لك عملها بصورة الميتريكس، أنت أستاذ دلوقتي فيها. وهتتشوف لما نتضرب أكثر، هتلاقي نفسك ممسوط قوي فيها ممتعية. وهتكامل معك لبقية حياتك. عندي ثلاث حاجات طرقصية، أو عندما تشوف مسألة ذلك، عندي ديزايرد. حاجة ديزايرد مطلوبة مني. الـ FK والـ AM. دول الحاجات المطلوبة مني. يساوي حبة Inputs على حبة State Variables. أدي الحبة. زائد أدي الحبة. الـ Inputs كام؟ هي F فقط. الـ State Variables X و V. هل ترتيبهم يفرق أو الهواء؟ اكتبهم كما تحب. في الآخر الناتج يطلع واحد. فهمي الفكرة؟ أكينك تقول لي هيفرق لو حطت العصارات لا تفرق حاجة. أنت في الآخر تجمع. فهمي الفكرة؟ وهنا المعاملات. مصوفة المعاملات. مصوفة المعاملات. هذه أهم واحدة. سأقول لك. على سنكون FK. لا يحتاج K من X. يبقى X تريد K. هل سأخذ شيئا من V؟ لا تنسى. بالدور الأول مع الأول. ثاني واحد في الصف مع ثاني واحد في العمود. هل رأيت الدنيا مرتبة كيف؟ هذه هي فالت المصفات. حسنا لن يخلص FK. سأخذ كم من F. FK تسوي كم من F. لا يوجد F أصلا. يبقى 0F. 0 الصف الأول في العمود الأول. دائما تجد هنا أن هذا عنصر واحد. فتجد هنا كلهم عناصر واحدة. عنصر عنصر فوق بعضهم. فتجد هناك أكثر من عنصر في الصف. لماذا؟ لأن هذا هو واحد في واحد. فلازم أن هنا يكون هناك شيء في واحد. هذا هو عدد الصفوف. يبقى دائما الأعمدة كام واحدة. هل رأيت المنطقة؟ حسنا. وبعدها AM. سأخذ كم X فيها. سلب K على M. يبقى هنا سلب K على M. العنصر الأول في الأول. عندما نضربهم هل تضرب الأول في الأول. وي سأخذ كم من V. سلب B على M. وي سأخذ كم من F. 1 على M. يبقى هنا تنسى الخريطة التي تنمشي بها في المخة. هذا الأولاني. لو أريد أن أقول لك المعادلة فيها فيه؟ تعال أريد أن أخذك بها فيه. المعادلة هي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المعادلة. رأيت الدنيا سهلة كيفية؟ K من X. و 0 من V. مع 0 من F. هذا بالضبط. يبقى نظر قطعها. يبقى نظر قطعها. لكي نكون في الأخر المعادلة الكبيرة. المعادلة الثانية فيه؟ هذا المعادلة أخرى. وهذه A مع المعلم. وفي الآخر نقوم بها هذه المعادلة. هذه المعادلة الثانية. المعبارة عن سالب K على M من X سالب K على M من X وسالب B على M من V سالب B على M من V و 1 على M من F رسطوب والله رسطوب وتحفى حاجة سهلة قوي بس النتج النهائي ممتع لما تدخلها على الكوميتر ستتبسط قوي لك أن تدخلهم مع عملوا هذا الكلام يعني هتعرف قدائه و هتلاقي أغلب شغلك في المعادلات قدام بيتمثل بمصوفها حتى للمعادلات كبيرة ده هي قيمتها أصلا في المعادلات الكبيرة طيب هذه النتيجة و ان شاء الله صح اتأكد من الإجابات تعالى على اللي وراها سيكبر لك الشغل يقول لك افترض أن عندك System الانبوت بتاعه هو الف والست variable equations اهيه وفيه output كمان اكتب لكل ده باستخدام المصفات أنا دي بس اللي أعملها معك واصل لك الثالثة تعملها عندما غالباً هي additional فسهل تعالى يا عم انا بكبرها اقول لك اول حاجة بتعمل بتحدد الثلاث مصفوط الرئيسية اللي هو احد عشرات مئات زي اها كده بالضبط فهنا مين اللي عندي قال لي عندك كم State variable عندي ال V1 وال X1 وال V1 قلنا عليه خلاص وال X2 ويهي في V2 ولا لا ثلاثة عناصر بس اه ثلاثة عناصر بس تعالى نتأكد ثلاثة عناصر اطلع فوق اه اه ثلاثة عناصر بس لكي هو جايب ثلاثة معادلات لي فكده ال X1 وال V1 وال X2 هم دولة عناصر الأستية بتوعي الدوتات بتاعيتهم ده ال out بتاعي ال desired بتاعي فبنسميه اللي هو Q. المصفول اسمها Q. فممكن تلاقيه كتب لك هذا هو Q. تساوي مصفوفة الحاجات المرغوب فيها اللي هي X1. و دعنا نكتبها بشكل اوسع عشان احب ارحرح اهو اهو ارحر بفلوس X1. و V1. وال X2. الترتيب لا يوجد اي لازمة ولا يفرق معاك في حاجة هيفرق بس في النتجة صح بس هيفرق في الترتيب مش اكتر طيب ده بيساوي ايه حبة Inputs بس الكلام حبة من Inputs زائت حبة من Set Values الترتيب لا يفرقش احطنا دي مكان دي مكان دي جده جمع يا جميع جميل اهو اللي هنصغرها يعني افضل نبعدها شوية عشان هتضيق علي انا عارف اهي مصفة جبيدة تصد الجبل اهو ايه ايه الستفارية بزيطتي هي ايه هي ال-X-1 دول بس شين منهم ال-Tag وال-V-1 وال-X-2 وال-Inputs هو حاجة واحدة اللي هو ال-F ال-F رجل فيه مصف نفسه طيب شوف فقا المعاملات ال-X-1-Dot المعادلة تعيتها فوق هي عشان اتكونها محتاج ايه محتاج واحد فقط من ال-V-1 طب هل محتاج حاجة من ال-X-1 وصفر من ال-X-2 ومفوش فات يبقى صفر من ال-F شوفت خلصت ليلا على طول بقى انت أستاذ يعني لو كتبت الثلاثة دور كده خلاص انت خلصت المسألة البقية هيبقى رصة طوب حرفية طب ال-V-1-Dot اللي عليها الدور الثانية عشان اكونها محتاج كم من ال-X-1 سالب-K-1-M 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 عشان كده قلت لك هتديق شوفت مهم ف-V-1 محتاج فيها كم؟ سالب-K-1-M سالب-K-1-M و-V-1 مضروبه في كم؟ سالب-V-1-M ناخد قطعة اسمها سالب-V-1-M من-V-1 و-V-1-Dot فيها كم من ال-X-2 فيها-K-1-M فيها كم-F فيها-F ولكن مضروبه في 1-M يعني فيها 1-M من-F حلو كبر دي برده لنحتاج تكملة لها تحت أهو و-1-M جميل ده كل المعادلة الثانية تمام معادلة الثالثة ال-X-2-Dot فيها كم-X-1 K-1-B-2 K-1-B-2 فيها كم من ال-V-1 ما فيها-V-1 أصلاً يعني-F-0 فيها كم من ال-X-2 فيها-K-1-K-2 بالسالب على-B-2 وخبالك يبقى هنا تضع السالب مجموع ال-K-2-Dot على-B-2 فيها كم-F ما فيها-F تضع هنا صفر هل رأيت الدنيا سهلة كيف؟ هل تعلم؟ ممكن أن نضيف معهم في نفس المصفوف بالمرة أهي أو أن نقوم لها مصفول واحدها؟ لا، دعنا مصفول واحدها أحسن نعملنا ال-State variables دعنا ال-State variables دعنا ال-State variables أظن هم جاوبة كده أظن هم جاوبة كده أظن هم جاوبة كده أصلاً يعني لا يمكن أن تضع معهم لا يمكن أن تضع معهم الرابعة من نفسك كده بال-K حسناً حسناً يا مساهل الحال تعالنا نرى اللي هي ال-FK يقول لك ال-FK يتساوي كم؟ K في ال-X1 K1 في ال-X1 نقص ال-X2 صح كده K1 في ال-X نعم هنعمل نفس الكلام بالضبط هنقول أننا عشان نكون هذا عندي حاجة desired وهي إيه؟ وهي عنصر واحد فقط اللي هو ال-FK هذا ال-Desired هذا اللي نفسه فيه الرصة عبارة عن إيه؟ أريد أن أكتبه بصورة المصفات عبارة عن حبة State variables اللي هي وV1 وX2 دور كل ال-Sate variables زائد حبة Inputs اللي هي F أكتب كل ال-Sate variables في المسألة وكل ال-Inputs في المسألة حتى لو لم أستخدمهم أكتبهم فقط وخلاص جميل؟ ال-FK عبارة عن إيه؟ عبارة عن مصصوف هنا تحت معاملات بقى عبارة عن K1 من X1 وسالب K1 من X2 يعني V1 لا يوجد من نهاية وX2 بالترتيب يبقى سالب K1 طيب طبعا لا يوجد شيء آخر لا يوجد شيء آخر طبعا هنا هل معي شيء آخر من ال-F؟ لا معي صفر يبقى ستجد المعادلة باختصار شديد هذه اه تدور عليها فين اه ال-FK تساوي وضع الصف 0-K1 وضع العمود على ال-Sate variables وضع صفر في ال-F لكي لا يعني منها والذي فوق تشاهدتم كما نفعلنا إن شاء الله هذه الثالثة تعملها لأنها سهلة جدا حرفيا فأشتغل عليها واتجد الإجابة هذه المعادلات تقدر تمثلها بطريقتك يعني اختبال نفسها جدا معك V1 V2 أربع حاجات تأتي مصففة كبيرة شوية أربع عناصر عملها معك تعال عملها معك لكي ننجز الأول يستطيع منه الأول يستطيع منه الأول يستطيع منه مصففة غنطوطة مثل هذه المصففة تعال أريك ما هي المصففة تأتي مصففة تأتي مصففة ترتاح X1 للترتيب لن ننظم الدنيا X2 V2 يساوي حاجات كبيرة ستبقى كثيرة غالبا هنا حاجات كثيرة من مصففة التي عبارة عن X1 V1 X2 V2 زائد تأتي مصففة حاجات من المصففة التي عبارة عن ف ف ف ف ف تعالوا أن نرصهم X1 عبارة عن ماذا؟ نرى تأخذ كم قطعة من ذلك هي V1 فقط سأخذ كم X1 0 سأخذ كم V1 واحد منها سأخذ كم X2 V2 0 سأخذ كم F ولا شيء 0 لا يوجد أصلا كلها V1 فقط حسنا سأقوم بقى كبيرة V1 سأخذ كم X1 سالب K1 على M1 سالب K1 على M1 سأخذ كم V1 سالب B على M1 سالب B على M1 سأخذ كم X2 لا يوجد X2 يبقى 0 سأخذ كم V2 B على M1 حسنا الثالثة سأخذ كم F الأول أبما ننتهي أبما ننتهي من ذلك سأخذ كم F لا يوجد F لا يوجد F يعني F موجودة في معضلة واحدة التي هي الأخيرة يعني ممكن أن ننجز تحت ونضع هنا صفر برضو والأخيرة هي التي فيها حاجة التي هي كم التي هي واحدة عن M2 سأخذ كم F سأخذ كم X2 سأخذ كم X2 عبارة عن V2 يعني سأخذ صفر من كل معدل V2 يعني صفر 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 والV2 سأخذ منها واحدة حرفيا سهل أول والأخيرة يعني كل ما المعادلة هنا أصغر كل ما تجد المعاملات هنا أبسط هنا الأخيرة يقول لك سأخذ كم من X1 سأخذ كم من X1 لا يوجد X1 سأخذ صفر منه سأخذ كم من V1 B على M2 B على M2 سأخذ كم من X2 سالب K2 على M2 سالب K2 سالب K2 على M2 سأخذ كم من V2 اللي هي الأخيرة سأخذ سالب M سالب B على M2 كده خلصنا ده كده سطر واحد أهو وهيبقى أصغر شوية عندما تدخل الكمبيوتر سطر واحد وصف لي أربع معادلات معقدة ويخليني أكثر عنصر فيه ممكن واحد لاتي عشان هو مش كمبيوتر وعشان هو مش بيعمل simulation ولا هو بيعمل control بجد فهو شايف موضوع إليه لازمته لما نشتغل بذول أحسن لليك أنت كبني آدة لكن في الحقيقة هذا أحسن بكثير جدا وأحد الطرق الشهيرة في تمثيل معادلات الرياضية هي استخدام المصفات أو matrix formulation ده كده الدرس كله إن شاء الله لا يوجد شيء آخر ثلاث مسائل لكلهم وعندما نحل الشيط ستجد مسألتين أيضا فهو أبسطك أهم شيء مبسط دعواتك لأننا نهاردة واحد واحد أول يوم في السنة 2023 والترمي ده بالذات أنا لا أعرف أن هناك حد غالبا نصل للحظة دي في الفيديو سنة الترمي ده ضحيت بها كثيرة جدا 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 يعني في كل حاجة حرفية عشان التصوير أسأت إدارة وقتي في هذا الترمي فالحمد الله غالبا في الأجازة الجاية هصور الكورسات دي هكملها لو ملحدش خلاصها عبدالفاينل وهو كمان يومين ده هصورها إن شاء الله في الأجازة